بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد كيف أحذر نفسي لامتحانات الفصل الثاني وما هي أهم النصائح التي يجب علي اتباعها للتفوق في هذا الفصل وما هو البرنامج الذي أعتمده للمراجعة كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها في هذا الفيديو أول نصيحة وهي الصلاة والقرآن والمواضبة عليهما ليس فقط في هذه الفترة بل في كل حياتك عليك أن تواضب على الصلاة وعلى قراءة القرآن لأن هذه هي أولا عماد الدين وثانيا رايحين تلاحظوا لإنسان المصلي اللي مواضع على صلاته يعني الله عز وجل موفقه في حياته وموفقه في دراسته فهذا الأمرين ما لازمش أبدا تستغنوا عليه ثاني نصيحة وهي التنظيم تنظيم المراجعة وتنظيم الدراسة وذلك عن طريق وضع جدول للدراسة اللي رايح يساعدكم في تنظيم وقتكم وتنظيم دراستكم وحتى كسب الوقت وكسب الراحة ثالث نصيحة وهي مكافأة النفس عند القيام بالعمل المطلوب يعني كلما الإنسان يقوم بعمل مثلا أكملت مراجعة الإنجليزية يعني أنهيت من مراجعة الفصل الثاني فأكافئ نفسي بشيء معين مثلا إذا أكملت على الساعة العاشرة كل المادة أو كل الفصل فسوف مثلا يعني أكل شوكولات ولا أرتاح لمدة عشرين دقيقة ولا نكونك دي لمدة نصف ساعة إلى غير هذا يعني لازم تعلموا تكافؤوا نفسكم كلما تكملوا من القيام بشيء معين كذلك كتابة ملاحظات واضحة هذا الأمر رايح يسهل لكم كثيرا المراجعة خاصة باستعمال الألوان باستعمال ستيكرز باستعمال الملصقات وإلى غير هذا رايح نتلاحظوا بالليل المراجعة رايح تصبح أسهل بالنسبة لكم من بين النصائح كذلك وهي الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، انستغرام، تويتر إلى غير هذا لأنه هاد الأمور سوف تلهيكم عن الدراسة وما رايحينش تقدروا تركزوا معاه فكي يكونوا عندكم امتحانات لازم دايما تباعدوا على وسائل التواصل الاجتماعي نهائيا يعني دوتلاج وغني ما تدروش أبدا حطوا التليفون في مكان بعيد وانتم فقط تركزوا في الدراساتكم كذلك من بين النصائح وهي الراحة والنوم الكافي وهذا أمر مهم جدا كاين بعض التلاميذ اللي يقول لك أنا رايح نتحدى نفسين دير تحدي الدراسة لمدة عشرين ساعة هذا خطأ كبير وكبير جدا فيجب الراحة يجب النوم يجب أنك ترتاح قدر المستطاع بش العقل انتعك يرتاح كذلك لأن العقل كذلك يحتاج إلى راحة وكذلك العقل لا يحتاج إلى راحة فقط وإنما إلى التغذية السليمة وشرب المياه الكافية التي تغذي الجسم يعني في هذه الفترة حاولوا أنكم تتجنبوا الأغذية مثلا الفاست فود مثلا الأغذية المقلية كما الفريد كما زنبورغر كما الشيبس كل هذه الأمور لازم تباعدوا عليهم في هذه الفترة كلوا فقط الخضار الفواكه اللحوم إلى غير هذه الأمور التي تنفعكم في البدن نتعكم كذلك من بين الأمور المهمة لمراجعة في هذا الفصل وهي الدراسة في مجموعة حاولوا يعني يوميا لو تخصصون فقط نصف ساعة أو ساعة قبل الامتحان تراجعون فيها مع زملائكم أو مع زميلاتكم الدرس اللي مركوش فاهمينه مثلا أنا كاين درس معين مانيش فاهم هذا وعندي زميلتي نعرفها باللي تفهم في هذا المادة مثلا أنا ما نفهمش الإنجليزية وعندي زميلة تفهم الإنجليزية جيدا نروح لعندها قبل نصف ساعة أو ساعة من الامتحان نقول لها لو سمحتي يعني هل ممكن تشرحيلي ببساطة هذا الدرس وتشرحوا لكم بهذا الطريقة رايحين كيف تدخلوا الامتحان تكونوا ضيجة فهمتوا هذا الدرس هذه سيتين ميتود اللي أنا شخصيا كنت نستعملها قبل الامتحان دايما كانت عندي صديقتي يعني المقربة كنا قبل الامتحان بنصف ساعة نتلاقوا في القسم وهذه تشرح لهذه أنا درس معين ما فهمتاش هي تشرحولي هي ما فهمتش درس معين أنا نشرحولها بهذا الطريقة رايحين تلاحظوا باللي رايحين تفهموا أسرع وبطريقة يعني بلي فخت آخر نصيحة في هذا الفيديو وهي نصيحة مهمة وهي الثقة بالنفس قبل اجتياز الامتحان تلميذ اللي واثق من نفسه وواثق من المعلومات اللي عنده نأكد لكم باللي رايح ياخد علامات ممتازة يعني التلميذ اللي كيكون يجاوب في الورقة يكون سيغ دلوي يكون متأكد ويكون واثق بنفسه ويعرف باللي الجواب تاعها راح صحيح مئة في المئة فالثقة في النفس كذلك تلعب دور هام في الامتحانات فهذه كانت هي نصائح اليوم نتمنى ربي نجحكم جميعا وربي وفقكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة